لا يكاد يمر يوم إلا وتعلن فيه الحكومة عن إطلاق حملة أمنية بذريعة تعقب خلايا تنظيم داعش في المحافظات المنكوبة تنظيم قالت الحكومات السابقة إنه قضي عليه قبل نحو أربعة أعوام إلا أنه بحسب مراقبين فإن شماعة مكافحة الإرهاب باتت أداة لتنفيذ أجندات طائفية تتضح معانيها عبر ما تتمخض عنه تلك الحملات من عمليات اعتقال عشوائية ضد أهالي تلك المدن بتهم كيدية والنتيجة تساع دائرة الفوضى الأمنية ومزيد من تغول الميليشيات وجرائم إبادة ضد المدنيين وأمام أنظار قوى الأمن الحكومية آخر تلك الجرائم هو ما حدث في محافظة صلاح الدين قوة عسكرية مدججة بالسلاح والآليات الحكومية تدخل من السيطرة الرسمية لمنطقة البودور جانيوبي تكريت وتنفذ عملية إعدام ميدانية وبأسلحة كاتمة للصوت ضد ثمانية أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء لتخرج بعدها تلك القوى بسلام دون حسيب ولا رقيب فيما يتساءل أهالي المنطقة عن كيفية مرور هؤلاء رغم أن القوة الماسكة للمنطقة هي لواء ميليشيا خمسة وثلاثين أو ما يسمى بميليشيا الصدر المنضوية ضمن ميليشيات الحشد جرائم مهما كانت طبيعة الجهة التي تقف وراءها إلا أن النتيجة هي دفع سكان المدن والقرى المستهدفة للنزوح وترك منازلهم وبالتالي إحداث تغيير ديموغرافي واضح المعالم لطالما وجدت الحكومات المتعاقبة مخرجا لتمرير المجازر عبر تشكيل لجان تحقيق كتلك التي كلفت بشأن أحداث الفرحاتية والزلايا والشرقاط في محافظة صلاح الدين وحدها وغيرها عشرات في مدن أخرى لم تخرج أي من تلك اللجان بنتائج مرضية رغم أن الفاعل معروف ويكاد يقر بمرتكب في ظل صمت حكومي وأجهزة أمنية ينفق عليها سنويا المليارات دون أن يكون لها دور بحماية المدنيين وحفظ أمن الدولة